بالضبط مسألة صعب مسألة اختيار ثلاث لعبا برضو لازم نرجع لها عشان انت المشرف يعني ازاي الاول اخترته وخطبته ازاي الاندال انتو اخترته مين اللي اخترتهم في الاول الثلاثة كان اختيار ميكالي والاندال انتو خطبتوها طبعا وليه في الاخر باخدتوش غير اتنين اللي هو ازيزه طبعا والنين طيب خلينا اقولك انا موضوع الثلاثة طبعا الراجل طبعا كان بيشغل باله طبعا اكيد بالموضوع دوت وهو الراجل كان قاعد متابع كان دايما ما بيتسئل في الموضوع دوت ما بيحبش ان هو يتكلم فيه لان لسه الامور بدري ولسه ما تعرفش الظروف هتبقى ايه مين بقى كويس مين مستوى عالي مين نزل مين مصاب مين جاهز مين مش جاهز الحاجات دي كلها بس الراجل اما جه اتكلم في النقطة دا خلينا نقول نمرة واحد محمد صلاح كان نفسه ان يبقى محمد صلاح اكيد موجود ويمكن الراجل يمكن اول اسم كان اتطرح اكيد محمد صلاح وابتدى الراجل يتكلم في اسماء وابتدى يحط اسماء في بلان ايه وبلان بيه وبلان سيه وبلان ديه لان هو بناء على اللعيب اللي هو بيختاره وكابت النقمية حتى لانه برضو خد بالك الناس ايه مش فاهمة الناس برضو متخيلة ان انا ايه انا هجيب فلان فخلاص لو مجيش لازم مثلا نجيب واحد في نفس مكانه لا هو الراجل قاعد عمال يفكر ان انا ممكن فلان دا مثلا يجي يعمل لي مركزين ثلاثة فبالتالي دا لو جي معاية فانا مش هحتاجي التاني فانا هحتاجي ان انا ممكن واحد من ان انا هستبعدهم ممكن يتحط في القايمة فالراجل كان ليه حسابات كتير وقل لي اربع خمس اسماء مثلا كانوا في ذهنه في البداية خاص غير محمد صلاح لا طبعا محمد صلاح كان موجود مصطفى محمد كان موجود محمد عبد منعم محمد عبد منعم طبعا كان موجود امام عشور كان موجود زيزو كان موجود حمدي فتحي كان موجود حجازي كان موجود النيني كان موجود كل الاسماء اللي بقول لحضرتك عليهم دولت دولت كانوا في مخيلة في زين مصطفى فتح الراجل مصطفى كان بعيد شوية مصطفى فتحي ولكن ابتدت بقى الدنيا ابتدت تعمل المحادثات بتاعتك ابتدت تكلم الاندية ابتدت تشوف الدنيا اخبارها ايه الدنيا مين اللي ممكن مين اللي عنده امكانية مين اللي الدنيا بالنسبة له صعبة وخد بالك انا عايز اتوقف هنا في حاجة مهمة جدا كابتن بيتحد تخص النادي الاهلي لان في ناس كتير قوي في الفترة دهية زايدت على النادي الاهلي وزايدت على وطنية النادي الاهلي اما النادي الاهلي قال انه في صعوبة في وجود عبد المنعم وامام عشر علشان الدوري علشان الدوري فدلوقتي الناس زايدت باسمه مصر لع النادي الاهلي طول عمره كان اكبر من كده النادي الاهلي كان طول عمره بيحط اسمه مصر قبل مصلحته وليس ببعيد الموقف اللي كان حصل لما كان اللعيبة في منتخب مصر في كاس الامم والنادي الاهلي راح لعب في كاس العالم للأندية وساب اللعيبة للمنتخب وبقى مصلحة المنتخب على مصلحته فأنا أرفض تماما الفترة دهيت والكلام اللي حتى يمكن لسه بيتقال لحد الوقت والناس اللي بتطلع بتقوله وإمام مع شرق أصلا وعب مين عم لو كانوا موجودين طب إحنا كنا ممكن لا ما تعرفش كان ممكن إيه اللي يحسب ولكن يمكن هو كان دافع حتى للولاد إن هي تدوس على نفسها تقص على نفسها تطلع اللي عندها وزي ما بقول كل نادي أضرب ظروفه وعلى فكرة إحنا دلوقتي برضو المشكلة إن إحنا فيه ناس كتير قوي قاعدت ركزت مع النادي الأهلي طب ما فيه أندية كتير قوي اعتذرت بس الزمالك قد أوكي كامل الزمالك وإحنا شكرنا نادي الزمالك مين اعتذر تاني لا كلمنا مع حمد فتحي النادي بتاعه قال لا في صعوبة كلمنا مع أحمد حجازي النادي بتاعه قال في صعوبة لا يكلمنا الرجل يتكلم وفتح محادثات مع ناس كتير علشان يقدر يشوف في الآخر مين اللي موجودين معا هو الراجل خلاص هو الراجل لما وصل دلوقتي أنا خلاص معايا إنني في خط الوسط معايا زيزو موجود في الناحية الهجومية بقى الراجل بعد كده خلاص هو الراجل استكفى لأن خد بالك علشان برضو خد بالك دي نقطة تانية في ناس مش فهماه أنت بتبقى من البداية حاطت قيمة أولية صح فأنت ما بتيجي بعد كده بتختار أنت ملزم أن أنت بتختار من القيمة المبدئية المبدئية اللي أنت حاطتها اللي كان فيها مثلاً 40-50 لعيد مثلاً وإنت باعت الكلام ده فكان الراجل يعني هو شايف من خلال متابعيته لمباريات الدوري فهو شايف مثلاً إنه ما فيش حاد إن النادي لأهلي مثلاً بيقدي بشكل كويس إن برامجز مثلاً بيلعب وبيقدي بشكل كويس فخل معظم اللعيبة اللي محتوطة عنده في القيمة الأولية من الأديين دولا هو بيرامج زرافة برضو؟ وبالتالي لا هو جيت في الآخر لا هو ما حصلش أي اتصال مع نادي كنتش عايزين حد من بيرامج خار بالنسبة للعيبة الكبيرة بالنسبة للعيبة الكبيرة أه اللي كان حصل بعد كده إبراهيم عادل كده كده موجود دا سنه محمود صابر كده كده موجود دا سنه ولكن بالنسبة للعيبة الكبيرة كانت حصلت طبعا مع اللعيبة اللي هي المحترفين من بره وبالنسبة لإمام هل كان فيه اتفاق مع النادي الأهلي إنه بريم عادل يطلع يلعب ماتش الأهلي ويرجع مع النادي الأهلي اه مع فرامت قدام الأهلي بص يا كابتن أنا راجل مشرف على المنتخب وأنا اتكلمت في النقطة دهية لأن النقطة دي كانت مهمة جدا وكان مهم إن أنا أوضحها أنا أبعد مع المدير الفني بتاعي كراجل مشرف على الفريق أولا أي حد حيجي يقول لك بركات جي حضر اتفاقات بركات كان موجود في اتفاقات كان شايف إنها مختلفة أو كده يطلع يقول إن أنا كنت موجود وأعرف الكلام ده أنا اللي عرفه أنا عندي مدرب جالي قال لي أنا عايزة أبدأ المعسكر يوم خمسة حمارة الخمسة تيام في مصر وبعد كده حطلع قبلها بأسبوع على فرنسا حطلع أعمل معسكر في فرنسا حعمل ماتشين مع أوكرانيا ومع العراق أنا عايز لعيبتي كلها تبقى موجودة في اللحظة اللي اتكلم فيها المدرب يا كابتن بيتهاد خلاص الموضوع بالنسبة لي أنا كبركات وكمشرف على الفريق ده موضوع منتهي لم يصار موضوع إبراهيم عادل أما جيت اتسألت قلت أنا محدش معرفش حاجة عن الموضوع دوت إبراهيم عادل دخل المعسكر اللعيبة اللي دخلت المعسكر دي لعيبة دخلت بقت خلاص بتجهز ليه الأولمبيات وبتستعد للأولمبيات خلاص الموضوع ما كانش فيه أي اتفاق قبلها ما فيش أي حاجة ما فيش أي تاتفاق